السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ السؤال الرابع The next question is What are the benefits or what are the fruits of us studying الأصول الثلاثة The Three Fundamental Principles هل تحصل على جائزة بعد دراست هذا المثل مثل أصول الثلاثة؟ يعني انه يمتلك اللذهاب هذا الكتاب قريبا تعلمه اكثر ايضاً لَا يدرس إلا وتقدم له جائزة يليس لكي نشهفين الوصول العسولة اكثرهم ايضاً ايضاً فما الفائدة من دراسة الأصول الثلاثة فما الفائدة من دراسة الأصول الثلاثة أنه يمتلك اللذهاب سيقوم بأن يمتلك الوصول الرقل أننا إذا تعلمنا أولا الأسئلة الثلاثة ثم عملنا ذانيا ثم دعاونا إلى هذا الأسئلة الثلاثة ثم صبرنا على العلم والعمل والدعوة نجيب عن أسئلة القبر هذه الثمرة الإجابة عن أسئلة القبر من يعد هذه الثلاثة؟ هل يعتقد أنت تعلم مجازن? بخيرкт أسئلة التي تحدثتك؟ أرهب تأثير مجازن التي تحدثتك؟ لعلمي؟ الأول الماء الرابك؟ الماء الرابك؟ لا 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 أصبري أصبري نعم يا أخي الأول يعني ما ربك الثاني ما دينك وما دينك الثالثة الأسئلة الأربع the four questions we asked as an introduction to the text, not the three questions the grave, the four questions that the shaykh asked and people gave answers to what was the first question that he asked ما هي السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد فاتح الله عليك السؤال الثاني second question نعم لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس الأسئلة الثلاثة نعم ثلاثة so the second question as a brother mentioned is why do we study التوحيد and why do we study رسول الثلاثة السؤال الثالثة why do you who knows who knows نعم why study talking لماذا ندرس التوحيد رسول الثلاثة what لماذا ندرس باتنا رسول الثلاثة الثالث كيف سكتبت ما honored ما هي التوحيد ماذا ندرس السؤال الثالثة نعم السؤال الثالثة